بطل الحكاية منتخباء كرة القدم وكرة اليد يكتبان التاريخ في باريس حكايتنا النهاردة حكاية أبطال أبطال كرة القدم وكرة اليد اللي فعلاً فرحونا بجد وزي ما بقولكو كنا مشتقين لفرحة بالشكل ده البداية طبعاً كانت مع منتخب كرة اليد النهاردة كان يعني عانينا في حتة وقلبنا في حتة ومشغلين أغلبنا اللي مشغل موتش كرة القدم على التليفزيون ومشغل نفس التوقيت الموتش اليد على الموبايل أعصابنا الحياة النهاردة بوزت بمعنى الكلمة لكن النهاردة منتخب كرة القدم كان على موعد مع التاريخ في لقاء الدور ربع النهائي أمام منتخب بارا جواي قبل المباراة كان في حالة من الثقة بعض الشيء حالة من الثقة محفوفة بالحذر بعد طبعاً الأداء العالمي اللي قدمه أبطالنا أمام المنتخب الأسباني في دور المجموعات الفوز على المتادور الأسباني بهدفين مقابل هدف لكن بالتأكيد اللقاءات الإقصائية بيكون لها حسابات مختلفة تماماً عشان كده رغم استقبالنا لهدف في الشيط التاني وفي توقيت أعتقد كان توقيت فعلاً قاتل كان عندنا الثقة أن احنا نتمكن من العودة في النتيجة وهنا بحي ميكالي روجيريو ميكالي أنا بقول أن اللي عمله مع المنتخب الأولمبي إعجاز بمعنى الكلمة اللي عمله ميكالي في ظل كل المعوقات وكل الصعوبات وقيمة كم العك اللي احنا شفناه بقول بأمانة شديدة جداً ومع كل ده تمكن أن هو يجهز كل لعبي المنتخب الأولمبي بشكل ولا أروع ولا أفضل من كده تمكنت من العودة في النتيجة في توقيت قاتل كنا كلنا في قبل تسجيل إبراهيم عادل واحد من نجمنا لهدف التعادل عندنا حلم الإحباط الشديد أغلبنا قاعد ولم يتخيل أن احنا ممكن نعود في النتيجة الجيم فلت منك ده يعطي عدد كبير من الأهداف واللي يضيع يقبل وده اللي حصل بالفعل لكن عرضية بالملي من أحمد سيد زيزو بالويك فوت برجل الشمال على دماغ إبراهيم عادل الرأس الزهبية طبعا تمكن من التعادل دخلنا في وقت إضافي وحتى بعد تسجيل هدف التعادل كان عندنا سعي أن نجيب الهدف الثاني بعد الوقت الإضافي كان فيه برضو حالة من القلق طبعا رقلات المعاناة الترجيحية وهنا جدور البطل حمزة علاء حمزة علاء ده بطل مش عادي مش عشان تصدى لضربة الجزاء التانية اللي كان لها طبعا مفعول الحسم ومفعول السحر في التأهل لكن حمزة ده حارس مرمى ما بيلعبش معنا دي بشكل أساسي إن هو يقدي ويكون عنده قوة الشخصية دي وينقذ كل الأهداء حمزة يعني طلع في دور المجموعات تلقت شباكه هدف وحيد ماتش بيراجواي هدف وحيد ومش خطأه على الإطلاق فاللي بيقدمه حمزة أعتقد إن هو يستحق إن هو ياخد مكان في تشكيلة أساسية لأي من أنداتنا المصراء إن لم يكن متاح إن هو يكون موجود في النادي الأهلي طبعا موجود شناوي وشبيري اللي اتنين ماشوا قالوا نمسك الخشب لكن كسبنا فعلا حارس سلط أنا بشوف إن هو عنده من الإمكانات إن هو يكون جول كيفر عالمي بإذن واحد أحد لو أتكلم على لعيب لعيب هنقعد لغاية الفجر لو أنتم معاكوا وقت يعني محمد النني ده محتاج يتعمله فيلم لوحده فعلا إن الله لا يضيع عجر من أحسن عمله محمد النني ده كم الانتقادات اللي تلقاها طوال السنين اللي فاتوا يقعدوا أي لعيب في بيته يقعدوا أي بني آدم من شغله يعني لكن النني بأمانة شديدة قوة شخصية يحسد عليها نهار ده بيقود المنتخب الأولمبي وكان عنده فيه شك فيه إصابة في العدلة الضمة أو في الخلفية أيا كان يعني لكن واضح إنها كانت إصابة بيخة بعض الشيء لكن تحامل على نفسه إن هو يكون موجود البعض ممكن يخلع ممكن يقولك يا عم جيم تقيل وأنا فيه إصابة ممكن تعوق إن أنا أقدي بشكل جيد وبلعب مع أعمار سنية وليالة الشباب بقى صحة وجري وموضوع محتاج ليقى بدنية عالية لكن النني نموذك في الإخلاص والتفاني وأدي إيه هو بيحب شغله وأدي إيه ربنا شاء إن هو يعود النني عن سنوات طويلة جدا ظلم فيها وكان أقول حقود برضو حاجة بالأمانة فيه أوقات البعض كان بينتقد أنني انتقادات فنية أنا مش هقوله لعادي حقك ما هو أي لعيب طبيعي أنني أتقبل النقد نقد فيه نقد إيجابي نقد بيتكلم على بعض المشاكل الفنية اللي موجودة عند اللعيب إزاي يطور من أدائه وفيه نقد تاني نقد هاد دام أنت مستكتر على اللعيب أنه بيلعب في أرسنل مستكتر على اللعيب أنه هو يكون موجود في نادي عالمي يكون موجود في منتخب بلده لكن الأيام لفت وشاء القدر أنه هو يكافئ محمد النني على إخلاصه وتفانيه مع كل منتخباتنا الوطنية من قديم الأزل فمش عايز يعني أنسى حد من نجوم منتخبنا الوطني الأولمبي كلهم بلا استثناء الحقيقة نجوم من حسام عبد المجيد أدائه يعني مختلف تماما عن أدائه مع نادي الزمالك عمر فايد تقلق فيه أحيان كثيرة في اللقاء آه كنا أوقات بنبقى قلقانين من السرعات المنتخب البراجواني برضو عندهم من السرعات اللي كانت بتقلقنا في وقت من الأوقات كوكا لعيب عنده شخصية يلعب في وسط الملعب يلعب ناحية الشمال محمود صبر أنا متأكد أنه لو كان موجود من بداية الأولمبياد كنا نشوف شكل أفضل بكتير أوي كان محتاج مساحة من الوقت أفضل من كده عشان يتأقلم مع المجموعة بالكامل محمد شحاتة بتتكلم فحمد عيد لدينامو ناحية اليمين لديبيس لما نزل ناحية الشمال مصطفى سعد ميسي لما نزل كان عنده من الشخصية أسامة فيصل هاي للنهاردة تحركات لكن يفتقد الإيجابية على المارب واللمسة الأخيرة لكن أسامة لما طلع حسنا فعلا بأنه لما بيقى موجود على أرض الملعب وتحركاته كل ده كل الأسامي اللي أنا قلتها دليل إن فيه داهية خارج الملعب روجيرو ميكالي الحياة مدرب عالمي يعني هو تمكن من انتزاع ذهبية مع المنتخب البرازيلي في ريادو جانيرو نتمنى بإذن واحد أحد أي أن كانت لون الميدالية هنقبل بيه والله ما عندي مشكلة تقول لي فضة تقول لي برونز أنا هقبل بيها لأنها في هذه الحالة هتكون فعلا ميدالية تاريخية لأنه لم يصبق لنا على الإطلاق لا في كورة ولا في يد ولا في فولي ولا في أي لعبة جماعية مش بس مصريين لا ده كمان عرب إن احنا نتواجد في الأولمبياد وناخد ميدالية في لعبة جماعية وكمان المنتخب المغربي الشقيق كمان اللي هتواجد فيه الدور قبل نائي بعد ما اكتسح الولايات المتحدة الأمريكية بأربع أهداف مقابل لشيء أداء مشرف جدا والحقيقة كورة القدم مصدر البهجة للعرب في هذه النسخة من الأولمبياد ومنتخبنا عاد للمربع الذهبي بعد غياب استمر 60 عام تحديدا من أولمبياد توكيو 1964 يعني أغلبنا شبه ما شفهاش يعني عدد أولاية اللي ربنا يديهم الصحة وطولة العمر لكن أغلبنا لم يشاهد منتخباتنا الوطنية لكورة القدم بتخوض الأولمبياد وتتواجد فيه هذه المرحلة المتقدمة جدا وبإذن واحد أحد اللي جاي بأكله خير عشان نقول فعلا إن ده إنجاز يعني أنا عايز أقول اللي اتحقق لغاية لقتي طبعا إنجاز لكن بنستنى أفضل من كده عشان الصورة في الآخر تبقى حلوة يعني فعلا لازم تتواج المجهود اللي اتعامل بميداليا لو ما بعد كل ده تلعت رابع آه إنجاز طبعا طيب جدا وعملت نتائج أكتر من ممتازة لكن في الآخر الصورة مش هتبقى بنفس الحلاوة لو توجت كل المجهود بتاعك بميداليا والأمر هيبقى مشابه للي حصل مع منتخب كورة اليد في أولمبياد توكيو الماضية لما وصل للدور قبل النهائي وبعد ما طلع ألمانيا وكسب بورتغال وكسب العديد من المنتخبات الأوروبية العالمية القوية جدا في النهاية لم يتوج المجهود ده كله بميداليا وبالتالي الموضوع كان فيه بعض التقليل من المجهود اللي اتعمل والمشهور الطويل او اللي اتعمل لكن لما بيجيب ميداليا الموضوع بيكون مختلف تماما فبإذن الله منتخبنا الوطني الأوليمبي لكورة القدم قادر ان هو يعملها عنده مواجهة يوم الاثنين اللي جاي أمام المنتخب الفرنسي طبعا صاحب الأرض عندهم لعيبة فطاحل يعني عندهم قوليسي بقى ده الجناح اليمين لكريس البالاس عندهم لكازات عندهم متاتة مهاجم كريس البالاس كمان عندهم لعيبة تقال جدا لكن يعني أكيد بإذن واحد أحد طول ما احنا بنقدي بالروح القتلية اللي موجودة العزيمة اللي موجودة عند اللعيبة فبإذن واحد أحد رجالتنا بقيادة قل دهية مكالي قادرين أن هم يفرحون زي ما كمان فرحونا في لقاء اليوم كلم بقى نحية التانية الصعيد الآخر اللي زي ما بقول لكم أعصابنا كانت النهاردة بازت قاعدين بنشوف منتخب كرة القدم نحية التانية منتخب اليد وبالفعل كالعادة منتخب اليد لم يخيب أملنا تماما عمل ملحمة ملحمة بمعنى الكلمة بتلاعب وصيف بطل العالم منتخب النرويج اللي عامل بطولة وأولمبياد في قمة العظمة كلنا عارفين من هو منتخب النرويج في عالم كرة اليد لكن أبطالنا كانوا رجالة وكانوا في الموعد وتمكننا الأول مرة تاريخيا من التفوق على المنتخب النرويجي بفرق هدف آه كان عندنا الإمكانية اللي احنا ننهي ونقتل الجيم لكن المكسب ما بيكونش ليه طعم مع رجالة كرة اليد إلا بعد طبعا ما احنا بنبقى طلعين من الماتشاط مفيصين تماما عصابنا بتبقى لازم نبقى لغاية آخر لحظة قاعد بتدعي ويعني بتتمنى أن اللحظات القاتلة اللحظات الحسامة تعدي على خير لكن الحمد لله المرة دي الوضع كان مختلف عن موقعة الديوك الفرنسية وحسامنا تأهلنا للدور ربع النهائي قبل حتى المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني والحقيقة يعني لو نتكلم على كرة اليد يقول كلمتين كده في حق عدد كبير من اللعيبة محمد علي ده مش بس من نجوم منتخبنا الوطني لكرة اليد لا ده من نجوم البعثة بالكامل ده واحد عام الأولمبياد في قمة العظمة كريم هنداوي بدأ الشوت الأول كان قدم أداء جيد جدا لكن دايما التكامل ما بين حراس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد دايما قبل كده نتكلم على الطيار موجود تلاقي هنداوي بيشجعه هنداوي يا مشال حراسة مرمى منتخبنا الأولمبي يعني أنا بفتكر حتى طلعالي في الممرز على السوشيال ميديا من ثلاث سنين كنت منزل بشكر في كريم هنداوي تقلق فيه أعتقد كانت موقعة ألمانيا كانت في نفس التوقيت بتاع موقعة النرويج في لقاء اليوم ووقتها كنا كلنا بنتغنى ببطولة كريم هنداوي فمنفعش أبدا ننسى أي أن كان لو بطل أو نجم منه جوم وانتخب كرة اليد في البطولة دي لم يستع نجمه بشكل كبير كما هو معتد ده مش تقليل منه على الإطلاق أحمد عادل عامل النهاردة واحدة دابل كيك باق دي واحدة في قمة المتعة والجمال يحيى خالد واحد من أعظم ثلاث باكات يمين في العالم دي كمين بتاع فرنسا ماتياس جيتسل وييجي معاهم في نفس المرتبة يحيى خالد النهاردة يحيى الذرعة وعلي زين لو مش شغلين بشكل كويس ما شاء الله عندنا سيف بيضغط على أخوه عشان يطلع منه أحسن حاجة وصيف النهاردة نزل منتهى الشخصية والجماد دودو وكيفية استخدام أخوان كارلوس باستور لكل قائمة المنتخب الأولمبي منتخب اليد عفوا ليس منتخب الأولمبي لتنين فرحون الحقيقة لكن الحقيقة أبطال كرة القدم وكرة اليد عزفوا أجمل سيمفونية على الأراضي الفرنسية